موسيقى مساء الخير ونستهل النشرة بالعنوين موسيقى وأقول للعدو الصهيوني بكل وضوح الأقصى والقدس خط أحمر دعوات فلسطينية ليوم غضب غدا نصرة للأقصى وشهيد بنيران الاحتلال جنوب بيت الحب اشتباكات عنيفة بين النصرة وأحرار الشام قرب معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا وتزايد الانشقاقات عن الجبهة مؤامرة هذه معناها انخرط فيها نداء تونس وحركة النهضة اتهامات لحزبين نداء والنهضة في تونس بإسقاط مشروع إعادة العلاقات مع سوريا في مجلس نواب الشعب دعا رئيس المكتب السياسي لحركة حماس وفي معركة تحرير الإرادة العربية والإسلامية وفي معركة تحرير القدس والأقصى إنني أوجه النداء من هنا من أرض فلسطين من بيت المقدس ومن أكناف بيت المقدس لأبناء الأمة العربية والإسلامية أن يضعوا حدا للصراعات البينية هذه الصراعات ليس فيها منتصر آن الأوان للتوافق والتلاحم الوطني والعربي والإسلامي من أجل قضية القدس وقضية فلسطين القضية المركزية للأمة هني رأى أن العبث والإرهاب الإسرائيليين غذاهما تشرذم الأمة مؤكدا أن الأقصى خط أحمر وأن سياسة الإغلاق وفرض الإجراءات العقابية على المقدسات لن تمر أبدا نعتقد بأن جرأة العدو على المسجد الأقصى المبارك وهذا العبث وهذا الإرهاب الصهيوني ما كان له أن يكون لولا أنه يرى أن الأمة في حالة تشرذم وخلاف وصراعات أغراه ذلك ليستمر في هذه المخططات وأقول للعدو الصهيوني بكل وضوح العقصى والقدس خط أحمر خط أحمر نعم أقول للعدو الصهيوني إن سياسة الإغلاق وفرض الإجراءات العقابية على المقدسيين والمقدسات لن تمر الفصائل الفلسطينية دعت من جهتها إلى النفير العام نصرة للأقصى وفي مؤتمر صحفي في غزة أكدت الفصائل أن الاعتداء على الأقصى لا يمكن السكوت عليه ولا يمكن المرور به مرور الكرام إننا نحذر من أي محاولات لتمرير اتفاق جديد يغير الوقاء على الأرض ويعطي للاحتلال السيادة على المسجد الأقصى المبارك مقابل رفع البوابات الإلكترونية وأكبر شاهد على ما يسعى إليه الاحتلال أنه يعلن اليوم عن مشروع استطاني جديد نحن اليوم في مواجهة ليس مع البوابات فقط بل مع كل الإجراءات الصهيونية في الأقصى ومحيطه وأحياء القدس وينبغي أن ينبني موقفنا الوطني الفلسطيني على رفض ومواجهة كل إجراءات الاحتلال وعدم القبول مطلقا بمقايضة رفع البوابات مقابل تمرير اتفاق يعطي الاحتلال أي صلاحية أو مظهر للسيادة في الأقصى واستعدادا ليوم الغضب والنفير شددت قوات الاحتلال إجراءاتها الأمنية في مناطق القدس والأقصى كما شددت القيود المفروضة على تحركات الفلسطينيين في البلدة القديمة في الخليل استشهد شاب فلسطيني بعدما أطلقت قوات الاحتلال النار عليه في بلدة كواع جنوب بيت الحم بذريعة محاولته تنفيذ عملية طعن وسائل إعلام فلسطينية نقلت عن شهود أن جنود الاحتلال وبعدما أطلقوا النار على الشاب تعمدوا دهسه بجب عسكري ومنعوا الأهالي وسيارات الإصعاف من الوصول إلى المكان في غزة نظرت حركة فتح مسيرة غضب ضد الانتهاكات الإسرائيلية في القدس تقرير لنا شهين تأن القدس فيتفجر الغضب في النفوس من كل حدب وصوب في غزة هبابنا وحركة فتح للنصرة والمؤازرة صابين جام غضبهم على الاحتلال يجب أن نحمل أقصى بأرواحنا وبأجسادنا وبكل ما نملك لأن الأقصى هو درة تاج القضية الفلسطينية لو ضاع الأقصى لن يكون هناك أي قضية فلسطينية لا يمكن أن نتنازل عن الأقصى والمقدسات لا يمكن لنا أن نقبل بهذه الإجراءات التعسفية التي يقودها الاحتلال وأعوانه لكي يمنعوا الآذان ولكي يمنعوا المصلين من الوصول إلى الأقصى دماؤنا رخيصة من أجل الأقصى فرض التغييرين الزماني والمكاني على القدس مرفوض جملة وتفصيلة ووضع البوابات الإلكترونية ممنوع والطريق إلى القدس كما يرونه لا يمر إلا عبر إنهاء الانقسام نعم مع وحدة الوطن حتى نستطيع مواجهة كافة التحديات وعلى رأسها الاحتلال الصهيوني مع دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريب بإذن الله مقر الأمم المتحدة بات قبلة كل محتجم في غزة مذكرة احتجاج جرى تسليمها مؤكدين أن المسجد الأقصى خط أحمر وصوت واحد يعلو فلتبقى قدس الأقداس فلسطينية عربية والدعوات أن يدركها المنقذون لم تقف المطالب عند حد الوقف الفوري للانتهاكات الإسرائيلية في حق القدس وأقصاها وإنما تجاوزتها وتعدتها إلى معاقبة الاحتلال على كل ما يرتكبه من جرائم في حقه فلسطينيين لان شهين غزة أعلم يا دين في تونس نظمت وقفة احتجاجية قرب مسرح قرطاج رفضا للتطبيع مع إسرائيل وقد فرقتها القوات الأمنية التونسية بالقوة التحرك نظمته فعاليات سياسية ومنظمات شبابية اعتراضا على عرض للمسرحي الفرنسي من أصل تونسي ميشيل بوجناح المعروف بمواقفه الداعمة للاحتلال الإسرائيلي بالقوة منع المحتجون من الاقتراب من مسرحي عرض الفرنسي ميشيل بوجناح داخل المسرح المشهد مغاير تم العرض كما أرادت إدارة المهرجان بوجناح نفسه يفاخر بالجمهور المتابعي له الجمهور النخبوي بحسب بوجناح لم يعكر صفوه عرض لممثل يؤيد العنصرية الصهيونية بقدر ما تقلقه عدسات الكاميرا هكذا إذن عرض هنا وحناجر جفت هناك مطالبة بالتمسك بأحدى أهم ثوابت التونسيين الانتصار إلى أم القضايا فلسطين الإجابة دائما ستكون واضحة وستكون قوية لا أمل لكم في تمرير التطبيع يانا الصهيوني قتلنا توانسا عنا ثقر عندهم ولن يمروا مواقف بوجناح الدعمة صراحة للاحتلال الإسرائيلي وتجاهل القائمين على الشأن الثقافي في تونس لنداءات الشارع التونسي المطالبة بإلغاء العرض دفعت بطيارات وطنية ومنظمات شبابية وحقوقية إلى تسجيل الموقف ازدراء الأديان والفنون أمر غير مطروح في تونس الثورة بقدر ما يذكر شبابها أنه لكرامة بدون قطع الطريق أمام التطبيع بكل أشكاله ما عنا مشكلة مع الفن لأننا نحن محبي حياته محبي فن نحن عنا مشكلة مع عقيدته لها عقيدة صيونية نظام كامل على مدى سنوات يخدم على زرع فكرة أنه التطبيع مسموح به وأنه فما أشكال معينة مسموح بها يقول المحتجون أن قضية تجريم التطبيع لم تعد مطلباً بل أصبحت معركة مفتوحة انتصاراً لعشرات الشهداء التونسيين في سبيل خلاص فلسطين من جور الاحتلال فدماء الشهيد المهندس محمد الزواري لم تجف بعد على مرمى حجر من مسرح قرطاجي تظهر هؤلاء رفضاً لعرض للمسرحي الفرنسي من أصل تونسي والداعمي لسياسة الاحتلال الإسرائيلي ميشيل بوجناح وتوجساً من أن تضحى مسألة التطبيع مع اسرائيل مجرد وجهة نظر بل المبروك تونس الميادين النشر مستمرة وفيها أيضاً الحكومة التونسية تؤكد أن الحملة على الفساد لن تستثني أحداً أهلاً بكم من جديد غارة الطائرات السورية مجدداً على مواقع المسلحين في جرود فليطة في القلم الغربي على الحدود مع جرود عرسال الغارات أدت إلى تدمير تحصينات مسلح جبهة النصر بالكامل ومقتل من بداخلها يأتي ذلك بعد ساعات على غارات سورية على مواقع النصر في مناطق قريبة من الحدود الفاصلة مع جرود عرسال وتحديداً في جرود فليطة ومعبر الزمراني في القلم في غضون ذلك أفادت مصادر ميدانية الميادين بأن مصطفى الحجيري المعروف بأبو طقية التقى أبو مالك التلي بإعاز من رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري بهدف إيجاد تسوية وتفادي إراقة الدماء لأن قرار الدولة حول القلمون جازم المصادر أكدت أن أبو مالك التلي مزال متعنتاً ويرفض أي حل ما لم تلبى شروطه وأشارت إلى أن الأجواء سلبية يبدو أن الحل العسكريب تخياراً وحيداً كما لفتت المصادر إلى أنه حين تندلع معركة تحرير القلمون ليكون أمام مسلحي جبهة النصر بقيادة التلي أي مخرج سوى الاستسلام أو الموت وفي ريف إدلب تحشد هيئة تحرير الشام تعزيزات كبيرة جنوب بلدة معشورين استعداداً لاقتحام بلدتي جرج ناز ومعشمرين في وقت تدور في اشتباكات عنيفة جداً بين هيئة تحرير الشام وأحرار الشام بالأسلحة الثقيلة في معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا هذا وأفادت مرسلتنا بأن عناصر حركة أحرار الشام المشاركين ضمن درع الفرات أصبحوا على الحدود من جهة أطمى حيث أو حتى باب الهوى استعداداً لدخول ريف إدلب الشمالي وريف حلب الغربي إلى ذلك انشقت كتلة القوقاز عن هيئة تحرير الشام مرسلتنا أفادت أيضاً بأن حركة نور الدين زنكي أعلنت انشقاقها عن هيئة تحرير الشام بسبب عدم تحكيمها الشرعية ورفضها وقف الاقتتال مع أحرار الشام بعد قبول الأخير ذلك استياء السلطات التركية من الدعم الأمريكي لكردي سوريا ظهر جلياً مع نشر وكالة حكومية تركية معلومات عسكرية سرية حيث قالت الأناضول إن القوات الأمريكية تستمر منذ عام 2015 في توسيع حضورها العسكري في المناطق الخاضعة لتحالف قوات سوريا الديمقراطية أهلاً بكم أقامت الولايات المتحدة قاعدتين جويتين الأولى في منطقة رميلان بمحافظة الحسك شمال غرب البلاد في أكتوبر 21 من العام 2015 وهي نقطة مهمة يجري عبرها إيصال المساعدات العسكرية للقوات الكردية في سوريا والثانية في بلدة خراب عشق جنوب غربي مدينة عين العرب كوباني في محافظة حلب شمال البلاد وهي تستخدم لهبوط المروحيات العسكرية فقط مثل هذه القواعد الميدانية يجري دائماً إخفاؤها بصورة جيدة لأسباب أمنية كما تقول الأنضول في أراضي محافظة الحسك ثلاثة مواقع الأحدث منها يقع في بلدة تل بيدر شمال المحافظة ويرابط فيه مئة من عناصر القوات الخاصة الأمريكية تم نشرهم في إطار محاربة داعش الموقع الثاني تم إنشاؤه في منطقة تأشداد جنوب الحسكة وفيه نحو مئة وخمسين عنصراً من القوات الخاصة الأمريكية بهدف دعم عمليات قوات سوريا الديمقراطية ضد داعش أما الموقع الثالث فيقع في منطقة تلتامر الزراعية على الحدود السورية التركية ويعمل فيه عدد غير محدد من عسكري التحالف الأمريكي وفي مدينة منبج أقامت الولايات المتحدة مركزين لقيادة العمليات عام 2016 بعد أن انتزعت قوات سوريا الديمقراطية السيطرة عليها من داعش الموقع الأول يقع في بلدة عين دادات قرب المدينة هذا المركز قد يستخدم من قبل القوات الأمريكية لمراقبة تحركات فصائل الجيش الحر على ما تقول الأناظول مركز القيادة الثاني يقع في بلدة أوشارية وتستخدمه واشنطن لضمان أمن عناصر قوات سوريا الديمقراطية أمام الجيش الحر وفي محافظة الرقة النقطة العسكرية الأولى تقع في مستنور جنوبي عين عرب وتضم مقاتلين فرنسيين بالإضافة لجنود أمريكيين أما الموقع العسكري الثاني فهو في مدينة عين عيسى شمالي الرقة تسيطر عليه قوات سوريا الديمقراطية ويعمل فيه بحسب الأناظول مئتا عسكري أمريكي وخمسة وسبعون عنصر من القوات الفرنسية وفي مدينة صرين شمال غربي مدينة عين العرب في محافظة حلب موقع عسكري أمريكي كبير يستخدم لاستقبال طائرات الشحن العسكرية وتجري عبره عمليات توريد الأسلحة والمعدات العسكرية لقوات سوريا الديمقراطية تهمت الجبهة الشعبية المعارضة في تونس حزبين نداء والنهضة بالتآمر لإسقاط مشروع اللائحة النيابية المتعلق بإعادة العلاقات مع سوريا وكان مجلس نواب الشعب قد أسقط اللائحة التي صوت لمصلحتها 68 نائبا وعرضها 6 نواب بينما امتنع 27 أخرون عن التصويت تقرير مرد ننسي مشروع اللائحة البرلمانية المطالب بإعادة الحكومة التونسية لعلاقاتها الدبلوماسية مع سوريا لم يحظى بموافقة البرلمان 68 نائبا فقط صوتوا لصالح المشروع بينما كان يتطلب تمريره موافقة 109 نواب نواب حركة النهضة امتنعوا عن التصويت هي الكتلة تحفظت على اللائحة ابتداء أن العلاقات الخارجية هي من مشمولات رئاسة الجمهورية وتقدر العلاقات هذه وفق معطيات متعددة سواء متعلقة صحيح أساسا بالوضع الداخلي لكن متعلقة بالوضع العربي عموما والوضع القليمي أما كتلة نداء تونس فرغم أعلانها مساندة مشروع لائحة إعادة العلاقات مع سوريا فإنها لم تفلح في تمريره بسبب غياب عدد من نوابها الحاضرين خلال جلسة التصويت وهو ما اعتبرته المعارضة ممثلة في الجبهة الشعبية تواطئا بين حزبي النهضة والنداء من أجل إفشال مشروع اللائحة موقفنا كحزب وموقف ككتلة هو موقف مع إرجاع هذه العلاقات لكن مالوروزمون الوقت اللي صار فيه التصويت على أثر الجلسة العامة في نهايتها كان في بعض الغيابات اللي أثرت على اللائحة هذه إنها متعدش اليوم حصل في البرلمان عمل داعشي بامتياز عمل لا أخلاقي مؤامرة هذه معناها انخرطوا فيها نداء تونس وحركة النهضة يعني بأوامر صهيونية مباشرة هذه معناها طموحات الشعب التونسي نحو إعادة العلاقات مع الدولة السورية مع الشعب السوري الشقيق ضرب بها هذا التحالف الفاشل والفاسد عرض الحق اللائحة البرلمانية ورغم رمزيتها وعدم إلزميتها إلا أن تمريرها كان سيمثل وسيلة ضغط من أجل إعادة العلاقات مع سوريا ورغم ذلك يرى مؤيدها عدم أقرار مشروع اللائحة بيّن مواقف ونوايا الأحزاب التي لطالما كان موقفها رماديا في الملف السوري رفض نواب حركة النهضة لللائحة المطالبة بإعادة العلاقات مع سوريا وغياب جزء كبير من نواب حركة نداء تونس كان السبب وراء فشل هذه اللائحة فشل أرجعته المعارضة التونسية إلى تواطئ الحزبين الكبيرين في البلاد مراد الدلنسي تونس الميدين حول هذا الموضوع ينضم إلينا من تونس الأمين العام لحزب الطيار الشعبي زهير حمدي سيد زهير مساء الخير وأهلا بك بداية ماذا كشف رفض مجلس نواب الشعب لعودة العلاقات مع سوريا وعدم حصول المشروع على الغالبية المطلوبة في التصويت الذي جرى يوم أمس يعني مهما كانت المبررات والأسباب لعدم حصول هذه اللائحة على الأغلبية 109 أصوات سواء كانت بتغيب جزء كبير من النواب أو بتحفظ جزء آخر من النواب أكثر من 60 نائب فإن النتيجة واحدة وهي الفشل في تمرير هذه اللائحة القرار طبعا هذا يعكس موقف سياسي لازال قائما مما يحصل الآن وما زال قائما من قطع العلاقات مع سوريا أعتقد أن جزء من الائتلاف أو جزء من الحزبين الرئيسيين ما زال يحكم وهو الذي كان تقريبا يقف وراء قطع العلاقات مع سوريا في 2012 والحزب الآخر ليس له موقف متميز أيضا أو فيه بعض التميز مع هذا الحزب الآخر باعتبار أن كلاء الحزبين أجنداتهما غير أجندات شعب التونسي غير مصلحة الشعب التونسي فكلاء الحزبين ينتظراني لأن إلى حد الآن يعتقدون أن الظروف لم تنضج وأن هذا القرار ليس بإمكانهما أن يتخذه بمعزل عن ما يحصل في الأقليم وبما يحصل منها في الخارج بالضبط كما شهدنا منذ قليل في التقرير مصل بالإرادة ولا قرار وطني لهما بل ينتظراني التعليمات من الأصيل وليس مجرد وكلا لما يحصل حول هذا الموقف لما يحصل في المنطقة كما أشرت سيد زهير وكما شهدنا في التقرير نائب عن حركة النهضة أشار إلى أن القرار ليس تونسيا وهو مرتبط باعتبارات عربية وإقليمية لو يمكن أن توضح لنا أكثر هذه النقطة ومن هي الجهة التي لديها تأثير الأكبر على الصحة التونسية برأيك أعتقد أن السبب الرئيسي الذي دفع ترويكا قطع علاقاتها مع الجمهورية العربية السورية سنة 2012 لم يكن قرارا تونسيا محليا تمليه المصلحة الوطنية لتونس مصلحة تونس أبعد من هذا القرار وفي تناقض تام مع هذا القرار إنما كان بإملاء من الدول الخليجية التي كانت فاعلة في تلك المرحلة وأعتقد أن تونس في تلك المرحلة كانت جزءا من تحالف ما يسمى بالإسلام السياسي التكفيري أساسا في المنطقة وأعتقد أن 2014 كان هناك أمل كبير مثل ما وعد رئيس الجمهورية الحالي في برنامج الانتخابي بأن سيتم هناك تغيير في الموقف السياسي وفي العلاقات الخارجية لتونس وسيعيد العلاقات الدبلوماسية مع سوريا واعتبره خطأا في هذا الاتجاه ولكن الآن نجده قد انحاز إلى الموقف الذي ثبت ولماذا لم تقم حركة تونس بأي خطوة باتجاه إعادة العلاقات مع سوريا كما وعدت خلال حملتها الانتخابية أعتقد أن حتى ندى تونس وحتى منظومة الحكم الحالية لا تمتلك هذا القرار بمفردها لأنها هي جزء من ما يرتب في الخارج وأعتقد أن الموقف هو موقف أمريكي فرنسي وتقف وراه أنظمة خليجية بعينها وبالتالي فإن تونس الآن اختارت أن تكون في المحور المضاد للشعب السوري والدولة السورية وهو المحور الأمريكي الصهيوني الرجعي الذي طالما يعني دمر حتى تونس وليس سوريا فحسب طيب سيد زهير ماذا بعد فشل تمرير مشروع اللائحة برأيك ما هي الخطوات التي ستلجأ إليها الأطراف أو الكتل التي تقدمت بمشروع اللائحة الذي يطالب إعادة العلاقات مع سوريا أعتقد أن القرار هو قرار سياسي من أعلى مستوى لا علاقة له بما يتم تمريره في البرلمان هو مسألة رمزية أكثر منها يعني مسألة غير حتى اللائحة حينما مررت ليست ملزمة في حد ذاتها مهما كانت النتيجة لرئيس الجمهورية لو كانت هناك إرادة سياسية من أعلى مستوى في السلطة لا اتخذ هذا القرار منذ اليوم الأول ولا عادت العلاقات وفي ذلك معناها مصلحة لتونس ومصلحة لسوريا ومصلحة للمنطقة ودعني أذكر أن تونس يجب أن تتذكر فضل الجيش العرب السوري والصمود وحمايته لدولته في حمايته للسوريا وحمايته للدولة السورية وصموده في مواجهة المشروع التكفيري الصهيوني في المنطقة كان في حماية أيضا لتونس لأن حينما تقهقر هذا المشروع في سوريا نجحنا نحن في تونس في أنه لم لمعناها جراحنا وأنه تغلب على المجامع التكفيرية نحن سوف نظل نمارس كل أسليب يعني الضغط من أجل أن تعاد الأمور إلى وضع الطبيعي لأن الوضع الطبيعي بين تونس وسوريا هو العلاقات الدبلوماسية الطبيعية وأنه كلما عاد ذلك هي قرارات مسقطة لا علاقة للشعب التونسي بها وهي ضد إرادة ومصلحة وأمن الشعب التونسي والشعب السوري على حد سواع شكرا جزيلا لك ألمين العام لحزب الطيار الشعبي زهير حمدي كنت معنا من تونس ونبقى في تونس حيث شدد رئيس الحكومة يوسف الشاهد على أن المعركة ضد الفساد لن تستثني أحدا مشيرا إلى أنها السبيل الوحيد لإنقاذ البلاد من الانهيار فيما عدتها قوى المعارضة حملة انتقائية لخدمة أجندات حزبية والتمهيد لأهداف انتخابية عماد الشتارة رسالة واضحة أراد الشاهد توجيهها إلى منتقده قبل مؤيدي مؤكدا أن الحرب على الفساد لن تستثني أحدا برغم مساعي البعض لتشويه عمل الحكومة مؤكدا أن اليد العليا ستكون للقانون منعا لانهيار الدولة والإعادة الثقة إلى المواطنين ساعات ينزمنا أن ننسى وفسنا ونعرضوا على قلوبنا ونقفوا حتى ضد الناس اللي نحن مختلفين معاهم لأن المعاركة اللي يخوضها اليوم حكومة الوحدة الوطنية أو كما يقال حكومة الناس ونداء هي معاركة وطنية معاركة عادلة معاركة لمصلحة الوطن كله والمعارضة جزء من هذا الوطن برغم تأكيد الشاهد أن الحرب على الفساد مفتوحة ومتواصلة لم تغفل معارضة مخاوفها من أن تكون هذه الحرب حصانة روادة تستخدم واجهة تخفي خلفها أجندات حزبية ومصالح شخصية الواقع السياسي اللي هو متوجد فيه واللي أعتقد أنه غير ملائم أنه يواصل الحرب هذه إلى نهايتها إن شاء الله نكونوا غلطين وإن شاء الله سيد رئيس الحكومة يتغلب على العواقل هما داخل اتلاف الحكومة ومش خارجه أنا أعتقد محاولة للتغطي على الوضع الاجتماعي والمطالب الحقيقية الفعلية للتوانسة والأخطر من هذا هو تعبيد طريق لـ 2019 يوسف الشاهد انتصب على الحساب الخاص ضد عرفه اللي جابه الباجي قيد سبسي واليوم الدولة التونسية بين عصابتين عصابة الباجي ولده ومن وراه زبانيا متعنيدات تونس وعصابة يوسف الشاهد انتقادات عديدة وجهها النواب إلى الشاهد في حربه ضد الفساد في مقدمتها تباطؤ الحكومة في فتح ملفات فساد كبرى وتأخرها في ضرب رموز فساد ينعمون حتى الآن بالحرية فضلا عن عدم قدرتها على إسلاح قطاع الجمارك والقضاء على التهريب هي حملة لن تستثني أحدا من رموز الفساد غايتها فرض القانون والانتصار لمصلحة البلاد هكذا يقدم الشاهد الحرب على الفساد فيما تراها المعارضة حملة للاستهداف عدد من رموز الفساد لتعبيد الطريق أمام الشاهد في انتخابات عام 2019 عمجتارة تونس الميادين وقبل الختام هذا تذكير بأبرز العنوين وأقول للعدو الصهيوني بكل وضوح العقصة والقدس خط أحمر دعوات فلسطينية ليوم غضب غدا نصرة للأقصى وشهيد بنيران الاحتلال جنوب بيت الأحل اشتباكات عنيفة بين النصر وأحرار الشام قرب مع برباب الهوى الحدودي مع تركيا وتزايد الانشقاقات عن الجبهة مؤامرة هذه معناها انخرط فيها نداء تونس وحركة النهضة اتهامات لحزبين النداء والنهضة في تونس بإسقاط مشروع إعادة العلاقات مع سوريا في مجلس نواب الشعب للمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الانترنت الميادين دات نت وباللغة الإسبانية اسبانول دات الميادين دات نت شكرا للمتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة